السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم عن الموارد الطبيعية وأثر الإنسان في البيئة ننظر إلى الشكل صفحة 94 هذه النبتة ماذا تحتاج هذه النبتة لكي تنمو؟ تحتاج إلى الماء تحتاج إلى التربة تحتاج إلى ضوء الشمس ماذا يحتاج هذا الخروف لكي ينمو؟ أيضا يحتاج إلى الماء يحتاج إلى ضوء الشمس ويحتاج إلى النباتات يحتاج إلى التربة التي تساعد النباتات على النمو يطلق على كل من الماء والنبات والتربة وضوء الشمس بالموارد الطبيعية الموارد الطبيعية هي أي مادة يحتاجها الكائن الحي لكي يستطيع البقاء على قيد الحياة إذن تحتاج النبتة لكي تنمو تربة ماء ضوء الشمس يحتاج الخرف لكي يعيش هواء ماء ضوء الشمس ما الموارد الطبيعية؟ كلمة الموارد الطبيعية أي مادة موجودة في الطبيعة تساعد الكائن الحي على البقاء إذن الموارد الطبيعية أي مادة تساعد الكائن الحي على البقاء ماذا يلزم المزارع لإنشاء مزرع الدجاج؟ يلزمه دجاج وهواء وماء ومأوى للدجاج وغذاء في هذه الصورة ماذا يلزم الطائر لكي يعيش أيضا يلزم من الموارد الطبيعية غذاء ماء وهواء ومأوى كيف يؤثر تقدم العلم والتكنولوجي في الموارد الطبيعية تقدم علمي وتكنولوجي إذن كثير من المصانع وهذه المصانع تلقي بنفاياتها فهذا ممكن أن يؤدي إلى أثر سلبي في البيئة لننظر إلى الكتاب صفحة 96 هذا عبارة عن مصنع في مدينة الزرقاء مدينة الزرقاء كانت قديما تحتوي على سيل فيه مياه نهر جاري وكان محاطا بالغابات والأشجار لكن في الأيامنا الحالية لا يوجد هذا النهر أي أنه جف وحتى لا توجد غابات وأشجار ما السبب؟ كان السبب هي تصريف مياه الصرف الصحي والقضاء على معظم أشكال الحياة إذن قديما كان نظاما متزنا لأنه كان محاطا بالغابات من الأسباب التي أخلت بالنظام البيئي في سيل السرقاء التلوث الناتج من مياه الصرف الصحي كيف يمكننا إعادة الاتزان البيئي؟ عن طريق زراعة الأشجار أو التخلص من نفايات المصانع بطريقة آمنة إذن عزيز الطالب من المسؤول عن إنشاء المصانع؟ من المسؤول عن إلقاء مياه الصرف الصحي؟ إنه الإنسان أحسنت إذن الإنسان يمكن أن يؤثر سلبيا يؤثر سلبيا أي بشكل ضار على البيئة إذا أثر سلبيا على البيئة إذن أثر سلبيا في الاتزان البيئي ويمكن أن يؤدي إلى خلال في الاتزان البيئي إذن أول أثر سلبي للإنسان في البيئة وهو التلوث وهذا ما ذكرناه سابقا ننظر إلى الرسم البياني هذه نسبة الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية كانت عالية ثم أصبحت تنقص وهنا الزحف العمراني أي أننا نقوم بإنشاء المباني انظر إنها تزداد إذن كلما زادت عدد المباني تقل الأراضي الزراعية والعلاقة إذا أردنا أن نقوم بإنشاء المباني علينا أن نؤمن أراضي والأراضي إذا لم تكن موجودة سوف نقطع الأشجار الموجودة في الأراضي الزراعية وهذا يؤدي إلى القضاء على المنتجات إذن ماذا تلاحظ عن نسبة الأراضي الزراعية؟ نسبة الأراضي الزراعية تقل ماذا تلاحظ عن نسبة الزحف العمراني؟ تزداد إذن ماذا نستنتج؟ كلما زاد الزحف العمراني تقل نسبة الأراضي الزراعية لأننا نحتاج إلى الأراضي التي تنمو عليها تلك النباتات هل تتأثر مكونات النظام البيئي في هذه المنطقة؟ بالطبع نعم لأنها تقضي على المنتجات هل كانت تغير المكونات الحية النظام البيئي سلبيا أم إيجابيا هل كانت تغير المكونات الحية؟ أكيد سلبي لأن النباتات والمنتجات هي أهم شيء في السلسلة الغذائية تنبأ بحالة النظام البيئي إذا استمر الزحف العمراني أعواما أخرى إذا استمر الزحف العمراني تقضي على النباتات وبذلك يؤدي إلى خلل في الاتزال البيئي إذن الإنسان يؤثر سلبيا على البيئة من خلال التلوث ويؤثر سلبيا على البيئة من خلال الزحف العمراني لننظر إلى الأشكال صفحة 98 هذا رعي الرعي الجائر الرعي الجائر ليس كل رعي للأغنام يعتبر جائرا إلا إذا قام المزاعة قام الراعي بأخذ أغنام إلى منطقة زراعية لمدة زمنية متواصلة فهذا يؤدي إلى القضاء على المنتجات أو إذا أخذ أغنام إلى منطقة بالأصل كانت قليلة بالمنتجات فتعمل تلك الأغنام على القضاء على المنتجات فتطلق عليه الرعي الجائر إذا كان رعي المواشي بطريقة متواصلة وفي نفس المكان هنا عملية قطع الأشجار لكي نقوم عملية الزحف العمراني هنا يقوم الإنسان أيضا برش المبيدات الحشرية وهذا يؤدي إلى التلوث وبذلك يؤدي إلى القضاء على المنتجات لما الأنشطة البشرية الظاهرة في الشكل الرعي الجائر قطع الأشجار أو ممكن أن نقول زحف عمراني والتلوث ما أثر هذه الأنشطة في أعداد المنتجات؟ هنا تقضي على المنتجات وهنا تقضي وأيضا تقضي إذا انتقل أعداد المنتجات كيف يصل جزء من المبيدات الحشرية لإنسان؟ عندما يتغذى الإنسان على النباتات التي كانت تحتوي على مبيدات حشرية بذلك تصل إلى جسمه ما الأخطار التي تهدد الأنظمة البيئية في هذه المنطقة؟ أكيد ستقضي على المنتجات قضاء المنتجات خلف اتزان البيئي إذن الإنسان يؤثر سلبيا على الاتزان البيئي من خلال الرعي الجائر من خلال قطع الأشجار من خلال التلوث من خلال الزحف العمراني ولكن علينا أن نحافظ على هذه الموارد الطبيعية لكي نبقى على قيد الحياة وهذا هو موضوع درسنا القادم بإذن الله تعالى وسوف أرسل لكم التلخيص بإذن الله على المجموعات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته